في تصريح تلفزيونين حصري كشف جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق وعضو مجلس الإدارة السابق عن مفاجأة تتعلق بعودة إمام عاشور للزمالك أكد عبد الحميد أن قرار رحيل إمام عاشور جاء بسبب رغبته في الاحتراف في أوروبا مشيرا إلى أنه رفض الاستمرار في النادي وفي إجابته على سؤال حول سبب عدم وجود بند عودة للزمالك في عقد إمام عاشور أوضح عبد الحميد أن العقود الدولية لا تتيح للأندية وضع بنود تحدد عودة اللاعب لناديه القديم بشكل حصري وأضاف أن هذا الخيار لم يكن متاحا لهم وفقا للاتفاقيات الدولية يأتي هذا بعد رحيل إمام عاشور عن الزمالك للانضمام لمايتلاند الدنماركي وعودته للدور المصري بسبب صعوبة التأقلم هناك حيث انضم بشكل رسمي للنادي الأهلي اشتركوا في القناة